اشتركوا في القناة سيزن ده على المستوى الفني أصعب بكتير جدا وفي ظروف أصعب بكتير جدا من ظروف مباراة البلدية لكن التخوف ولما تبص الأجندة الأهلي يمكن من حيث الأهمية بالنسبة للجمهور كلامي بالنسبة للجمهور اللعيبة والجهاز الفني دي قصة تانية خالص لكن بكلمة بالنسبة للجمهور لما تبص الأجندة الأهلي يتلاقي عندك بكرة إن شاء الله زي دلوقتي أو بعد دلوقتي بساعة ما تشو بكرة ساعة سبعة أستاذ القاهرة تكون مباراة البلدية في الدوري العام أو الدوري الممتاز طيب الجمعة تقفل الدوري وتروح لدوري أبطال أفريقي عندك يانج أفريكنز برضو في الساد القاهرة بعدها تروح لنهاية كاس مصر مع الزمالك في السعودية يوم 8 مارس دي أجندة الأهلي على المدى القريب هل هي الأصعب مقارنة بيانج أفريكنز والزمالك؟ بالتأكيد لا هل هي الأهم بالنسبة للمباراة يانج أفريكنز والزمالك؟ بالتأكيد لا لكن من حيث التوقيت ومن حيث نقطتين بشوفهم في متعلقة أهمية طبعا في فرصة كبيرة جدا هتكلم عليها مع ضيفي كابتن عشر في مضوح النهاردة في مطش بكر فرصة للجهاز وفرصة للعيب لكن خليونا نركن الفرص على جنب دلوقتي ليه بتشوف مطش بكر صعب؟ بتشوف مطش بكر صعب لسببين أساسيين واحد هو الداونجريد فكرة أنه اللعيب يبقى بيلعب دايما في مستوى تنافسي عالي فكرة أنك أنت بتواجه في معظم الوقت منافسين عندهم مستوى ومعين من الندية وانت داخل المباراة عارف أن المباراة قبلة لكل الاحتمالات بتلعب في كاس العالم بتلعب في كاس النهبة بتلعب في الدولي الأفريقي بتلعب في كاس مصر يعني كل المطشات وانت داخل فيها كل الاحتمالات قايمة دي في حد ذاتها لما بتيجي بعكاة يحصل لك داونجريد منو انت بتلعب في كاس العالم وبتلعب في تشامبيونز ليج أفريقيا فتيجي للدولي بعد فترة غياب طويلة في نزلة في دروب منتلي أو يعني على المستوى المعناوي أو العقلي اللعيب عالية اللعيب بتحس انه في نزلة كده في مستوى أقل بكتير ده مش بتكلم بس على البلدية على فكرة بتكلم على بطولة الدوري عموما يعني دي نمرة واحد طبيعي طبعا ومفهوم مفوش تقليل من حد لكن هو إحساس طبيعي جدا انه الأهلي لما بيبقى بيلعب مع فرق كبيرة على مستوى أفريقي أو مستوى العالم كمان طبيعي لما ينزل مسابقة الدوري أول نزلة دي بتبقى صعبة شوية يعني فيه أحساس بالداونجريد اللي بقول حضراتكم عليه طب إيه النقطة التانية؟ نقطة التانية هي فكرة الدغاية فعلا ليه؟ تذكر على مسابقة لغاية اللحظة دي تقريبا المنافسة فيها خلينا أقول ضعيفة يعني خلينا أقول ضعيفة نهاردة متصدر الدوري بيلعب مباراته الأربعة هي مباراة القمة بالمنزل الدوري زادوا أمبي أمبي صدارة 23 زاد مركز تاني واحد وعشرين لعب مباراة أقل يعني النهاردة أمبي وصل لأربعة عشر مباراة معرفش نتيجة المباراة خلصت ولا لسه لكن أمبي النهاردة اللي في الصدارة لعب أربعة عشر مباراة رصده من النقاط كم نقطة؟ أربعة وعشرين نقطة من أصل كم نقطة؟ من أصل اتنين واربعين نقطة ده المتصدر البطول لها بتكلم عن المنافسين الرئيسيين الزمالك وبيرميدز بعاد تماما عن المشهد آه اليوم مطشات معجلة لكن خسروا عدد كبير جدا من النقاط لعب تست مطشات رصدك أربعة عشر نقطة بالتالي فيه أحساس أنه المنافسة تكاد تكون منعدمة وده شوية ممكن عند أي لعيب؟ مش بكلم على لعيبتلي يقلل شوية حتة الدواف فماتش بكرة مباراة صعبة مباراة صعبة أعتقد أنه مارس الكولر هيواجه فيها على مستوى الدوافع والنواحي المعنوية والنفسية مشقة أكتر من فكرة حتى الغيابات وفكرة ضغط المباريات وفكرة السفر المتواصل جزائر غانا قاهرة وبعد كده فيه سعودية يعني فيه مشاكل طبعا عند الجهاز الفني لكن في النهاية أنا بشوف أنه مباراة بكرة صعبة بكل التفاصيل اللي بتهيألي أنه يجب على الجهاز الفني ولعبته أنه هم يستغلوا بكرة هو الكيرف بتاع ده يعني أنت محتاج بكرة مش فكرة أنك تلعب على ثلاثة بونت بس ثلاثة بونت مهمين طبعا لكن محتاج بكرة تحاول ترجع فرقتك لأنه اللي جاي هيبقى على مستوى الصعوبة أعلى بكتير جدا من المطشاط الدوري سواء كنت بتكلم على الأدوار الإقصائية فيه احنا تأهلنا خلاص لدور الثمانية في دوري الأبطال في انتظار بقى مين أول مين تاني في انتظار قرعة هتحدد الأهل هيواجه مين وعندك مبارات نهاية كاس هتكون صعبة جدا الزمالك اللي دعم صفوفه بعدد كبير من اللعيبة في النهاية تبقى بصرف النظر عن سكواد والأسماء والأجهزة الفنية مبارات الأهل والزمالك ديربي قائم فيه كل احتمالات فمهم جدا استغلال فرصة البلدية كمباراة كمان للتحضير ورفع مستوى الأداء في المطشاط اللي قبل من روح المطشاط الجاية إن شاء الله يانج أفريكنز اللي خلاص بالمناسبة طرحت التذاكر بتاعتها شركة تذكارتي أعلان طرح تذاكر مباراة الأهل واليانج أفريكنز بنحاول بس نوصل مع حضراتكم لمعلومة دقيقة كام تذكارها هيتم طرحها أو عدد الجماهير اللي هيسمح لها بالحضور فيه استاد القاهرة يوم الجمعة جاية إن شاء الله المباراة ساعة ستة بتوقيتنا جولة في العالم كله عندي أخبار وعندي تعليق على الفاينال بتاع كرباوكاب مبارح واحد من الدروس اللي احنا دايما بنأكد عليها مطش مبارح تشالسي ليفر بول أكد على معنى مهم جدا 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 في كورة القدم هقف مع حضراتكم في كل تفصيلة بس بعد الفاصل هي فكرة متابعة اللاعبين مش بس مرتبطة بحبك ليهم أو أن هما اللاعبين المفضلين بالنسبة لك لكن احنا كمان يعني حتى لو بيتابع السادسة كل يوم أربع فقر جي بي اس احنا بنبقى حريصين على متابعة كل لعيمة مصر المحترفة في الخارج ونشوف يعني أسبوعهم كان أخباره ايه مشاركاتهم تأثيرهم مع فرقتهم مستواهم وتطول المستوى تقييمهم في الخارج عمل ازاي من ضمن الأسماء اللي بنتباحها لعب مصري خرج من نادي الأهلي صغير اسمه محمد ياسر مهاجم هو يمكن كتير منكم ما يعرفوش يعني أو ما يفتكروش أو ما شافوش اللاعب ده لكن احنا دايما حرسين على متابعته بعد تجربة اعارته لنادي تابلسي ألتشيكي والحقيقة انه في خلال الفترات الأخيرة شايفين انه على مستوى الأرقام طبعا شايفين الولد بيتطور بشكل كبير مؤخرا نادي تابلسي ألتشيكي قرر انه يمدد عارض محمد ياسر بعد ما تطور مستوى خليه اقول لكم الاول محمد كان بيلعب في الفريق بي مع فريق تابلسي وبعا كده تم تصعيده للفريق الأول وارقامه من نسبة مشاركاته طيبة جدا مهم جدا فكرة يعني تجارب اللاعبين المصريين اللي بيحترفوا في سن صغيرة لانها بتديهم دايما فرصة للتطور وفكرة التأقلم مع ثقافة الاحتراف برا مصر فكرة القدرة على انك انت تتعرف يعني ايه مع مدارس كروية مختلفة عن بدل ما تفضل احطت ايدك على خدك هنا مستني الفرصة جيلك فنتمنى لمحمد ياسر الحقيقة التوفيق في النجاح ومعنا اشتبان فاخد شاك المدير الرياضي لنادي تابلسي ألتشيكي نتكلم عكتر على تجربة محمد ياسر وعلى رؤيته المستقبله سواء مع الفريق ده أو لو كان فيه طبعا نية في تجديد الإعارة أو حتى البيع للخير خلينا نرحب طبعا باشتبان فاخد شاك معنا في السادسة مساء الخير برحب بيك وآلا وسهلا بيك معنا على شاشة الاهلي مساء الخير وشكرا جدا على الاستضافة الكريمة طبعا بصفتك مدير رياضي لنادي تابلسي بالتأكيد تبعت الفترة الأولى لمحمد ياسر واحد السؤال الأول يهمني أعرف اللي شدوكم في محمد ياسر وتقييمك لفترة الأولى مع فريق تابلسي بالطبع محمد ياسر رشحه لنا أحد الشباب اللي هم كانوا بيتابعوا الرياضة في نادي تابلسي ورشحه لنا عشان نضمه للفريق بتاعنا إيه كان السبب أو إيه السبب اللي دفعت الإدارة أنها تفكر في تمديد عقد إعارة محمد ياسر وهل في تفكير بعد تقييمك طبعا لمستوى في الفترة الأخيرة هل ممكن يكون في تفكير في تفعيل بند شراء إذا كان في بنود التعاقد يعني فيه إمكانية تفعيل بند شراء لمحمد ياسر إحنا طبعا مددنا إعارات ياسر لأن احنا شفنا فيه مهارة غير عادية السيزون اللي فات وطبعا ساعدنا كتير مميزات محمد ياسر كمهاجم مستوى إسهاماته مع الفريق قدرته على التطور في الفترة الأخيرة من أول منضام من نادي تابلسي تقييمك لها إيه؟ شايف إزاي تطور مستوى في الفترة دي؟ طبعا بدايته كانت صعبة لكن بسبب أنه حصل على إصابة أو تصاب في البداية لكن بعد كده قدر أنه يطور من نفسه والنادي شاف في ده تطور كبير وعمل على أنه يجدد الإعارة بتاعته مميزات ياسر كمهاجم يعني عايز أعرف كبروفايل لاعب تشوف إيه أكتر حاجة بتتميز محمد ياسر؟ طبعا بسبب أنه قامته طويلة أنه طويل ده ساعده طبعا أنه يكون محترف في النادي أو طول القامة بيساعد اللاعب أو المهاجب أنه يكون على مستوى عالي من الأداء ليه كان فيه رغبة من النادي التشيكي في تمديد عقد الإعارة وهل فيه اتفاق أو فيه رغبة أو فيه نية حتى أنه يكون فيه فكرة شراء اللاعب بعد تمديد عقد العراء أو بعد انتهاء فترة عارته مع النادي طبعا إحنا كان من دواعي سرورنا أنه نجحنا في تمديد خمته ولكن شراء عقد اللاعب أو ضمه للفريق بشكل دائم ده يرجع للاتفاق مع النادي الأهلي تجربة ياسر عموما وبصرف النظر حتى على النادي تابلسي بيكلم بشكل عام أكتر تجربة ياسر واحترافه في سن صغيرة ونجاحه في الفترة الصغيرة دي بإقناع النادي حتى على أقل في تمديد عقد عارته هل ده ممكن يشجع نادي تابلسي أو أندات شيكية تاني على فكرة ضم لعابين مصريين؟ يعني أنا بشوف أنه فيه كتير من اللاعب المصريين نجحت في أوروبا نجحت في ألمانيا نجحت في إنجلترا نجحت في فرنسا أنت شخصيا يمكن وانت كنت واحد من نجوم مارسيليا الفرنسي أعتقد أنك لعبت في نفس الوقت مع أحمد حسام ميدو يعني كنت بتلعبه في نفس الفريق فكرة أنه يكون فيه نجاح أو تجارب نجحة تانية تبدأ رحلتها في الأنديات شيكية هل ده أمر وارد؟ هل تشوف نظرتك أو وجهة نظرك في ده إزاي؟ بالطبع إحنا طبعا حابين أن نستغل التعاون مع النادي الأهلي مستقبليا في إعارة أو جلب المزيد من اللاعبين الذين لديهم الكفاءة العالية في مصر ولكن ده بيعتمد على المستقبل ويعتمد على تطور اللاعبين هناك في النادي الأهلي أنت فاكر الفترة اللعبت فيها بالتأكيد في أولمبيك مارسيليا أنا فترة أكيد زي ملت فيها أو كنت بتلعب مع أحمد حسان ميدو مش عارف طبعا كنت قريبين أو كان فيه صداقة بتربط بتجمع بينكم وبين بعض ميدو من اللاعب المصرية برضو اللي احترفت في وقت مبكر جدا وخد خطوات سريعة جدا ونجح في عدد من الدوريات في أوروبا لكنه لأسف يمكن ما يكملش المشوار هل ممكن تشوف أنه محمد ياسر عنده نفس الإمكانيات اللي تسمح له بتكرار تجربة أحمد حسان والانتقال لدوريات أكبر طبعا أنا فكر ميدو أنه كان لعب ممتاز مهاجي ممتاز وعلى المستوى الإنساني كان مرح وكان فكاهي جدا وطبعا أنا طبعا ده يعني أنه كان لعب ممتاز جدا في الفترة دي ولكن لما آجي أقارن ميدو بياسر فياسر هو يعني على مستوى آخر من اللياقة البدنية اللي طبعا الشخصين المختلفين ولكن ياسر عليه أن يعمل على نفسه عليه أن يجتهد كثيرا لكي يصبح مثل ميدو رؤيتك يعني أنا عرف طبعا أنك أنت مدير رياضي لكن بالتأكيد الجوانب المالية مهمة جدا يمكن أندالة شيكية عموما صدرت لأوروبا كلها والأكبر أندالة في أوروبا كمان مجموعة يعني على أعلى مستوى من اللاعبين هل بتشوف أنه دورة شيكية أو الأندالة شيكية ممكن تكون بوابة لاحتراف عدد كبير من اللاعبين المصريين أو اللاعبين الأفارقة والعرب عموما وخلينا أكلم معك في النواحي المالية هل في عام الجذب خصوصا من النواحي المادية هل في سقف روايتب مثلا معين أو سقف التعقدات من النواحي المالية متحدد عندكم في تشيك؟ طبعا فرصة ضم لاعب من مصر هنا طبعا هي عملية صعبة لأنه كل لاعب بنضمه هنا بيحتاج وقت عشان يتكيف ويتطبع مع التقس هنا والثقافة هنا ولكن طبعا لما بنضيف الميزة المالية طبعا إحنا الأندية التشيكية هنا بتدفع مبالغ مالية عالية طبعا عن نظيرتها في الوطن العربي أو في مصر ولكن إحنا بنحاول أن نقدم عروض مالية أحسن بقدر الإمكان ولكن طبعا ده بيرجع لميزانية الأندية هنا أنا عايز أعرف مثلا على سبيل المثال أنا مش عايز أزرقهم دقيق بس أنا على سبيل المثال العقود عندكم في تشيك مثلا متوسط العقود بالنسبة لللاعبين أنا عايز أعمل مقارنة لأنه هنا اللاعبين الكرة في مصر مثلا في السور المصري بيتقادوا أرقام كبيرة جدا يمكن بتتفاق حتى على بعض الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا عندنا العيبة بتتقاد رواتب أو عقود أعلى من اللاعبين في الدوري الإيطالي والدوري الأسباني والدوري الفرنساوي فأنا عايز أقارن بس عن مقارنة هل سقف التعقودات عندكم في تشيك عالي ممكن نقارنه بالدوريات الكبيرة ولا لي حدود معينة طبعا بغض النظر عن تبلتس أننا هنا دلوقتي طبعا اللاعب في نادي مثل نادي تبلتس بيأخذ حوالي 3000 أو 4000 يورو شهريا لكن في أندية أخرى طبعا أوروبية ممكن يوصل لعشر أضعاف خلينا أسألك في النهاية على أمم أوروبا يورو 24 وعن فرص طبعا بعد المستوى الرائعة لقدمه منتخب تشيك في بطولة كاس العالم هل بتشوف أنه يملك فرص المنافسة على لقب بطولة يورو 24 ولا يعني الجيل ده صعب أن يحقق اللقب ما طبعا نحن نكلم على نجوم كبيرة جدا وقدمت مستوى الرائعة في بطولة كاس العالم لكن هل بتشوف في صعوبة المنافسة على لقب يورو 24 أكيد إحنا في مجموعة صعبة وهيكون من الصعب طبعا الصعود ولكن أنا يعني واثق أني المنتخب تشيكي هيتأهل كتير وأنا بتمنى له المزيد من التوفيق في المباراة القادمة يمكن كان في لعب مصري ياباني اسمه أسامة السامني برضو احترف عندكم قبل كده في نادي تيبليتسي في تشيك مش عافت تتذكروا كنت في موقع مسؤولية في الوقت ده ولا لا أو هل تتذكروا وجات انت بعتك عنه أسامة السامني كان لعب مصري ياباني طبعا أنا متذكر اللاعب كان مهاجم محترف وكان لديه مهارة بارعة طبعا ما كانش معتاد على جمهورتي تشيكو ما كانش معتاد على الجو هنا يعني جو كان بالنسبة له صعب شوية شكرا فاخوة تشيكو المدير الرياضي لنادي تيبليتسي تشيكي بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا كل التوفيق لتشيكو واحد من المنتخبات الحياة المحترمة لرغم يمكن على المستوى المحلي ما فيش أندية في تشيكتر تنافس في البطولات الأوروبية الكبيرة لكنه الحقيقة بيمتلك مجموعة كبيرة جدا من لجوم وقدر يقدم للعالم لعيبة على أعلى مستوى شكرا شتبا فاخوة تشيك طيب كلام على فاينال كارباو كاب لأنه مش طبعا مش عشان ليفر بول فاز أو عشان إنها بطولة مهمة لكن مطش مبارح أو نهايات مطش مبارح كان فيها حاجات كتيرة جدا مهمة قوي نفهمها ونعرفها ونستوعبها ونحاول يا ريت طبعا نطبقها في كرة القدم جايزة كده زي جايزة مهرجان كان جايزة مهرجان فانس في السينما أفضل رياضي مش بس أفضل لاعب كرة القدم كان على أفضل رياضي على مستوى العالم كله 24 اللي هتصدفها مدريد وطبعا مباراة الأهلي والبلدية كلها ملف كبير جدا معنا في ما تبقى لنا من حلقة السادسة تابعونا بعد الفصل عشان عندنا موضوعات كتير قوي وعندنا دروس مستفادة عندنا مطش أهلي وبلدية خلينا نرحب في البداية بكابتن أشرف موضوع ممدوح وندخل معاه في الموضوع عرضه مساء الخير يا أشرف مساء الخير يا أحمد ازايك عامليه وحشني جدا وسعيد طبعا نتعرف بسعيد جدا وانا أبو أكثر منك والله يسعد بوجودك معنا دائما بنسام تعبيك خليني أسألك الأول على محمد ياسر كان معي أشتفان فاخد شك عدنا نصف ساعة نتناش في اسمه قبل المدير الرياضي لنادي تابلاتسل تشيكي طبعا تم عرض محمد ياسر انت كنت شفت محمد ياسر قبل ما ي... هو لعب ماتش واحد بس أعتقد مع الأهلي قبل ما يتم عرضه رأيك فيه لو كنت شفته أو تابعته يعني حامل ما لحقتش أتابعه بشكل كبير لكن هي تجربة مفيدة جدا نفسين لسه سميره ده الأهم أنا نفسي يعني يعني اللعبة تطلع طبعا سبعتاشر وثمنتاشر وعشرين بالنادي بالموضوع ده بقالنا سنين طويلة جدا فأتمنى إن شاء الله أنها تجربة ويبقى فيه تكرار لها بشكل كبير الفترات اللي جاية لأن عندنا مواهب كبيرة جدا وأعتقد أن لو خدناهم من البداية أنه بتشتغل بقى على حاجات كتير على بناء العقلية وعلى مش بس فلني وبدني أنت بتبني العقلية زي ما شفنا نجمينك كبير وأسطورة مصر يعني صلاح بيتكلم دايما على المنتالتي على إزاي هم بيشتغلوا على القصة دي بره فأعتقد إن أولادنا لو تلعوا في سن صغير حيفرق معنا كتير جدا خد بالك فكرة برضو التأسيس والمعايشة وإذا كتعرف على ثقافة مختلفة طبعا وإنكتبع تعمل احتراف يعني طبعا جوال أهلي أنا عارف إنه فيه احتراف وفيه انضباط على أعلى مستوى بس في أوروبا الحياة نفسها مضوع مختلف أنا مش بكلمك عن الرياضة بس أنا بكلم على الحياة كلها المجتمع كله ليه طريقة وليه انضباط تجبر أي حد على إنه يبقى في نفس الإطار والاحتراف ففكرة إنه التجربة تنجح وإن الولد يطلب تجديد قعارته وبالمناسبة إحنا بنتابعه في كل يوم أربع يعني مش مجرد تواجد وخلاص لا ليه تواجد ومؤثر من يومين يعني بيحكوا ليه ما شفتش الجون لسه هشوفه يوم الأربع حلقة الأربع هنحاول نجيبه بس هو جاب جون عالمي برضو مع فريقه في الدولة يعني نتمنى له التوفيق إن شاء الله ونتمنى أن تكرار هذه التجربة مع شباب كتير عندنا عندنا أجيال كتيرة دلوقتي وأعتقد أنه يعني أتمنى أن فكرة تكوين أجهزة لكل الأعمار السنية من قبل اتحاد المصر كارت خدم في الفترات في الأسبوعين ثلاثة اللي فاتوا دول بقى عندنا منتخبات لكل الأعمار أعتقد أتمنى أن يكون لها بلان يعني مش بس مجرد أنه موقف خرجنا ما بفهمش حاجة يعني ما بفهمش حاجة ممكن أنت عندك في الدوري الممتاز والحقيقة الدوري المحترفين لتعامل السنة دي برضو واضح أنه يعني شكله حالو فيه إصارة وفيه متعة وفيه جماهيرية جداً أكتر حاجة فيه جماهيرية يعني لأنه فيه أندية كتيرة جداً جماهيرية فبالتالي أنت بتتكلم مثلاً على إيه تلاتين فرقة في مصر عندها قطاعات ناشئين صحيح بتطلع في النهاية كامل عيب للمنتخب تلاتين أربعين خمسين اسم للمنتخب فيه كام واحد تحت وراء منهم مستني بس مجرد فرصة أنه يشارك مع مع فرقته فاهم عشان يظهر تاني عشان يظهر تاني اللعيبة دي هو ده أقوله يعني من طلحهم بره تقريباً ببلاش واخد نسبة مثلاً من عادة البيع صدر لعيبة ودي لعيبة فرصة أنها تطلع بره بدلاً من هي قاعدة بينتهي مستقبلهم بدري بدري وبطلوا كورا أتمنى أنه ده يحصل لأنه فعلاً إحنا محتاجين ده محتاجين ده بشكل كبير جداً واتكلمت أنه إنت أحمد قبل كده على الناس بتدت تشتغل بشكل كبير جداً على ده على الأكاديميات شفنا السنغيل شفنا المغرب شفنا كودفور النهاردة يعني خلاص الناس بتدت تشتغل على ده بشكل كبير من زمان من زمان مش من دلوقتي وبالتالي نتائجها بتدت تظهر نتائج منتخب أول ونتائج منتخب أول ونتائج منتخب أول ونتائج منتخب شباب كل المنتخب مالي كودفور سنغال وخاصة كمان على الجانب الآخر بعيداً عن نتائج منتخباتها كمان تواجد هذه اللعبين بهذه الصورة في أنديات أوروبا يعني نشوف كم كبير جداً من الأفرقة موجودين بتميز مش بس تواجد عادي لا تميز غير طبيعي في كل الدورات الأوروبية يعني من حوالي 3 أو 4 أيام مش فاكر إمتى كان واحد من ضمن الأرقام الإحصائيات يعني اللي احنا بنعرضها في السادسة عدد اللعبين المحترفين اللي شاركوا فيه بطولة أمم إفريقي فيه منتخبات 100% من سكواد جاي من أوروبا المنتخبات اللي تقل شوية تلاقيه 96% آه يعني 92% النسب بسيطة جداً نسب بسيطة جداً اللي معتمد على اللعب المحلي يعني أنا تمنى إن شاء الله أن يكون يعني فيه بلان يعني يعني اعتمنى أن يكون فيه بلان وطخطيط لكل المنتخبات ذي أنه نحن نبدأ يعني حتى لو ما فيه قبيل نبدأ نعمل بلان بلان نسمى يعني على الورق أعتقد أن نحن نبدأ يعني أنا شايف أنه فيه تكوين أجهزة لهذه المنتخبات معناه أنه فيه رؤية وفي بلان واضحة للمنتخبات دي مش قصة مش قصة بس منتخبات يعني انا قلتاك في المنتخبات تبقى امامك في 40-50 لعب كلم على الدولة والمسابقات خد بالك لعبت المنتخبات بتبقى الكرام دولا كرام زي ما بيقولوا يعني الصفوة يعني فده عشان النادي بتاعه يسيبه لو نادي صغير فهو غالبا بيبقى ده اهم العيب عنده لو نادي كبير فبيبقى عايز فيه رقم كبير ففكرة ان هما يتلاقوا احتراف فيها مشاكل شوية بس انت بتتكلم النهاردة في تكوين اجهزة في 2005 و07 و09 يعني لسه فيه ولاد لسه صغيرين فاعتقد ان هيبقى فرصة خروجهم او ان النادي يسيبهم اعتقد انها تبقى أسهل شوية من الفترات لكن لا يبد من كمان انك تتبع مسابقات وتعدل العك الكاروي اللي موجود في القطاع الناشئين والمسابقات اللي تحت عشان كمان يفرز لي مجموعة تانية تقدر تكمل المشوار مع المجموعة الموجودة نتعدى بس او نتخطى مرحلة الورق عشان ما ندخلش في الوحد ياسمب يعني نومبر وتقالى ياسمبر طيب خليني تبعت ماتش مبارحة شالسي وليميربول اه يعني متعة احنا خدنا بالنا بقى من اللحظة يعني لطيفة جدا منصف تحديدا عينه يعني جابت لنا حاجة لطيفة جدا تعال نشوف مع اشرف ومعاكم كده السكواد طبعا اللي شاف الماتش عارف ان الماتش انتهى تعادل وراح لوقت اضافي ده حتى اللي ما شافش كبان خليني اقولكم ماتش انتهى بالتعادل وراح لوقت اضافي وليفر بول عن طريق فاندايك جول من نسبة 80% كده شبه جول محمد عبد المنعم في الفاينال افريقيا في الوداية طحية كورنر من الشمال اترفع فاندايك على القريبة قطع حطها عبد المنعم بس والله محمد عبد المنعم كانت اصعب اه طبعا الزاوية كانت اصعب كتير لان محمد كان بره اكتر شوية من فاندايك والتوجيب عبد المنعم احلى كتير يعني عبد المنعم عاليها لو لدرجة انه كل اللي في الملعب لف رصهم مع كرة بيتفرجوا تعادل فاندايك حطها في الارض شوية فعملت البندو هم الاثنين مميزين جدا كمان في فاندايك طبعا بس هم الجنين كتكنيك فيهم تشابه مع بعض لكن اللي اهم بالنسبة لنا من نتيجة المباراة ومن فوز ليفر بول هو السكواد السكواد اللي فنش مباراة ليفر بول وسكواد اللي فنش مباراة شلسي تعالوا نبصوا حضراتكم كده على السكواد ونشوف الصفقات دي او الاسماء دي كلفت خزائن الناديين قد ايه على الشمال قدام حضراتكم سكواد ليفر بول على اليمين سكواد شلسي هبدأ بتشلسي يا اشرف طبعا تشلسي لعب بيتروفيتس 14 مليون سترليني حلس مارما تشالوبا طبعا ده من ابناء النادي دي ساسي 38 مليون يورو على الشمال كولويل ده برضو من ابناء النادي زيرو يعني ما كلفوش حاجة جسده لعب ناحية اليمين 31 مليون يورو خدلك نعمل ارقام يبقى كده دفع 14 38 31 في خط النص كايسيدو اغلى صفقة في الدورة الانجليزية او موسم الانتقالات اللي فات 115 مليون سترليني وكان فيه صراع غريب جدا على كايسيدو هذا لا فكرة رغم ان الحقيقة يعني في تقييم المطادع يعني مش هو يستحق الضج بالمور جاي ب42 مليون سترليني من الستي فرناندز 107 مليون سترليني مادويكي 35 مليون سترليني جناح يمين نكون كوراس حرب 56 مليون سترليني مودريك طبعا الاوكراني 97 مليون سترليني جناح شميل طب تعالوا نبصوا بقى ليفربول في الناحية اليمين كهلر ليفربول اعتمد في اغلب سكواد بتاعه اللي فانش بالمباراة على لعيبة من ابناء النادي كهلر حراست مرمى 0 فانداك طبعا نجم الفريق جاي واحدة من اغلى الصفقات 75 مليون كوانسا 0 جومز 3.5 مليون سيميكاس 12 مليون اندو نص ملعب 16 مليون مكانل 0 كلارك 0 دياز 49 إليت 4 مليون ودانس 0 انت متخيل الفارق الكبير طبعا هي بطولة كاس في الاول والاخر فكل النتائج في متشطة الكاس وردة لكن انت متخيل الفارق الكبير جدا بين حجم التكلفة ورؤية ادارة او اسلوب ادارة في كيفية التحضير او التجهيز لبناء لمستقبل فريق يعني فرقة بحجم وقيمة ليفربول يعني اعتقد ان دماغ منصف راحت لفكرة وانت طبعا احمد اكيد فكرة تصريح يورجان كلاب بعد المباراة ان دي من اهم البطولات اللي حصل عليها اعتقد ان دان رغم انها مش الأكبر او الأصعب يعني هو واخد شامبيونز شامبيونز واخد بريمير ليج وبالتالي اعتقد انه فكرة انه من افضل بطولات اللي حصل عليها علشان اللي بتكلم عنه دلوقتي انه عمل جيل كامل من اللاعبين لتكملة المشوار في ليفربول وهو ده فكر الادارة وفكر يورجان كلاب مع ليفربول الرجل ده بيعشق ليفربول وبالتالي بيشتغل معهم انه بيعمل دايما احلال وتجديد علشان يكون فيه دايما ليفربول موجود في منصات التتويج او على الاقل في المنافسات الكبرى ساقف الدوري الانجليزي او في الشامبيونز اعتقد ان ده فكر محترم جدا وده التخطيط وده الفكر المفترض ان الكل يشتغل به ان يكون عندي دايما فكرة الاحلال والتجديد علشان يكون عندي دايما دماء جديدة بتدخها في الفرقة تقدر تنافس بها على كل البطولات صحيح الفلوس طبعا مهمة جدا في اي رياضة في العالم لكن ازاي تديرها ازاي تنفقها ازاي تخطط ازاي تبني دي قصة تانية خالص لا تصنعها فقط فكرة المادة او الامكانيات المادية لكن تحتاج رؤية تحتاج لخبرة تحتاج لإدارة ما فيش نجاح بدون علم تصنع الفرق ما فيش نجاح بدون علم وإدارة يعني وده اللي بيشتغل به لورجن كلوب مع ليفر بول طيب النهاردة في دي حاجة كده مهرجان بتعمل كل سنة مهرجان كبير جدا يمكننا نسمعش عنه في مصر كتير لكنه جايزة سنوية بتمنح لأفضل رياضي في العالم وأفضل رياضي هنا مش معناها لعب الكرة فقط أو لعبي الكرة فقط لكن أفضل رياضي من مختلف الرياضات تعالوا نشوف مين مرشح لفوز بالجيزة ونشوف ترشيحات أشرف أو من وجهة نظر أشرف مين الأقرب لتحقيق الجيزة اللي هتصادفها السنة دي مادريد نسخة الأخيرة كانت في باريس السنة دي هنروح لمادريد جاهزة معنا الصور من لعبي كرة القدم طبعا معنا اتنين من النجوم الكرة على مستوى العالم ليوميسي لعب إنتر مايامي الحالي والفائز بطولة كاس العالم مع الأرجنتين وإيرلينج هولند هدف الدولي الإنجليزي وهدف المن سيتي اللاعب النرويكي أرجنتيني ونرويكي طيب عندنا بعد كده من السويد عندنا دوبلانتس موندو دوبلانتس ده لعب ألعب بقوة لعب بيلعب رمح رامير رمح تحديدا وعندنا طبعا لعب التنس الشهير السربي نوفاك ديوكوفيتش لعب تنس وعندنا نوالايلس عداء أمريكي برضو شهير جدا وعندنا ماكس بيش تيبن ده طبعا رياضة السباقات للسيارات واحد من أشهر المتسابقين على مستوى العالم ودول المرشحين طبعا لجيزة لوريوس لأفضل رياضي في العام يعني أعتقد دايما دايما الكرة القدم يعني والتنس في حدة ظلم الأول ما دخلتش بالقائمة دي من وجهة نظرك شوف أنا يعني حتى لو دخل قائمة أسماء تانية وحققه وإنجازات كبيرة لكن بالنسبة لي أيقونة هذا العام أنا شايفه ميسي لأنه حقق إنجاز كبير جدا جدا على مستوى الشخصي وعلى مستوى منتخب الأرجنتين على مستوى تحقيق بطولة في هذا السن وفي هذه بعد بعد عناء طويل جدا جدا ميسي وجمهور الأرجنتين أو جماهير الكرة في الأرجنتين لتحقيق هذه البطولة الكبرى في العالم يعني فأعتقد إنه تحقيق هذه البطولة يعني حقق طموحات أجيال كتيرة جدا جدا في الأرجنتين شوف أنا منحاس شوية لكرة القدم لكنها دي الطبيعي أو دا الطبيعي في كرة القدم هي الأشهر أو الأكثر انتشارا في العالم وبالتالي شايف أن ميسي يعني يستحقها لهم أنه يعني مش عارفها تتفق يعني تختلف خسر كتير قوي بانتقاله للدوري الأمريكي و اللعب الإنتر ما يعمل يعني اسمي ميسي ما بقاش أنا معاك يعني قرار كان يعني عشاء ميسي ممكن يشوفوا أنه كان قرار خاطر بشكل كبير شوف أحيانا لما بتحقق كل الإنجازات آه فنش بقى يعني فنش وستايل مم فيه ناس تحب تفنش كده لكن فيه ناس تحب تتبعد شوية عن الضغوط كفاية ضغوط أو تحمل من الضغوط يعني ما يكفي وبالتالي هو قرر في نهاية حتى دي كانت تصرحات كتيرة أعتقد استشفتها من تصرحات ميسي أنه حاب يبعد شوية عن الضغوط عن ضغوط كرة الخدم عن ضغوط الجماهير شوية عن ضغوط المنافسات الكبيرة وبالتالي يعني حاب يفصل شوية يلعب في نادي يستمتع هو بكرة الخدم بعيدا شوية عن الضغوط في غرفة برشلون يعني ما فهاش استمتع كبير لأنه خلي بالك ضغوط جماهير برشلونة في الفترات اللي فاتت دي محتاجين حد يعني السوبر هيرو عشان يقدر ينقذ نادي برشلونة شوية ويرجع به مرة تاني لمنصات التتويق فاعتقد ما كانش هتبقى راحة يعني ما كانش هتبقى منطقة راحة لميسي أبدا في برشلونة في الفترة اللي جاية صحيح طيب ندخل معاك احنا أجلنا أخبارنا عشان يعني استعرضها معاك ومع جمهور السادسة ونشوف كده تعليقك عليها واحد خلينا أقول لكم طبعا أنا هاجل أخبار التمرين هنروح مع بعض إن شاء الله نتابع تمرينة الأهلي بدأت من حوالي يمكن نصف ساعة أو أكتر شوية هنتابع لقطات منها ونتطمن على سكواد الأهلي ومين ممكن يكون جاهز لمشاركة بكرة خلينا نروح لمباراة الأهلي يونج أفريكانز اللي هتتلعب يوم الجمعة اللي جاية وأخذ رأيك فيها سريعا شركة تسكارتي المسؤولة عن طرح التذاكر المباراة أعلنت فتح باب الحجز عن الطريق الأونلاين مباراة إن شاء الله نتطلع بيوم الجمعة ساعة ستة عدد التذاكر أو عدد الجماهية اللي هكون مسموح لها بالحضور 30 ألف وهيتم بتخصيص بس نسبة 5% للجماهير يونج أفريكانز أهلي داخل مباراة يونج أفريكانز صحيح التركيز كله على مطش بكرة لكن في النهاية مباراة مش عقدر أقول تحصيل حاصل ليه أميتها مهم جدا تحافظ على الصدارة مهم جدا أنك تكسب ما تخسرش على أرضك لكن شايف المباراة دي هتكون المباراة الأخيرة كمان قبل نهاية كاس مصر مع الزمالي صحيح مباراة شايفها مهمة مش تحصيل حاصل الحاجة نتب دايما النادل أهلي بيسعى للصدارة ينجي أفريكانز ورا النادل أهلي بنقطة يعني النادل أهلي تسعى نقاطه ينجي أفريكانز تماما نقاطه وبالتالي يعني مباراة الفائز فيها أو حتى التعادل النادل أهلي يضمن ان شاء الله الصدارة في هذه المجموعة خلي بالك يعني حسبيا أنا شايف المواضيع صعبة جدا لو بصيت لتواني أو أوائل المجموعات التانية عشان تقابل مين أو تقابل كلهم يعني تواني المجموعة التانية سانداونز مثلا أعتقد تحسن يعني يعني دول الأقرب يعني سانداونز التراجي أعتقد في أوائل المجموعات أعتقد مازينبي وأسك يعني تحتار هتواجه مين وبالتالي النادل أهلي أعتقد مش حيبص اللي ده بشكل كبير هيسعى إن شاء الله لأنه يتصدر هذه المجموعة مباراة يعني أعتقد هتفرق كتير في معنوات نالي أحوال دور 8 ألف دوري أبطال طبيعي جدا يكون فيه 8 فرق ملي عادة تقيل صحيحا كاتل أسماء بيترو أتليتكو مازينبي أسك أحيانا أحيانا بتقعد تحسبها يعني ولكن في قرعة في النهاية يعني لو قلت لك مثلا سيمبا هل تقول لي سيمبا مطشو سهل لا مطشو مطشو حاولا كل الفرق في دور 8 طبعا لازم مطشات صعبة الخبر اللي معنا التاني إنه النسخة الجديدة اللي هتدأ كل السنة وحضرتكم طيبين إن شاء الله كاس مصر اللي لسه هندخل في دول 32 في اتحاد الكرة بيعلن عن إقامة مباريات دول 32 في طولة كاس مصر موسم 23-24 مشاركة طبعا بين أندية الدوري الممتاز وأندية من الدوري للدرجة التانية خلال فترة توقف مطشات المنتخب في شهر مارس أربعة أجندة الآهلي بس تحديدا أنت يعني مكمل في بطولة دولي الأبطال أجندته لسه صعبة ضغط مباريات كبيرة جدا جدا وحجم البطولات اللي مكلم عنها في كل موسم للنادي الآهلي بتكلم 7 أو 8 بطولات يعني ضغط طبعا وفي النهاية أنت مطالب كناني ما تفوتش ما تفوتش حاجة يعني ما فعش تتعدي منك بطولة صحيح لكن كان ألاف ولكن أعتقد أن سكواد النادي الآهلي إن شاء الله يتحمل هذه الضغط خلينا رح معك فيها معلومة عندي عايزة أسمع رائعك عليها بسأل رح للنادي الآهلي نتطمن على التمرينة النهاردة مع أزميننا محمد توفيق عودة الآهلي مرة تانية مبارح والنهاردة السعادة لمواجهة البلدية بكرة نطمن على سكواد من الوجوه اللي ممكن تشهد عودة أو مشاركة أولى بكرة مين ممكن يكون بعيد بسبب الإصابة ونتطمن على حالة المصابين في النادي الآهلي توفيق مساء الخير يعني عودة حميدة أولا وخلينا نتطمن منك على شكل تمرينة الآهلي النهاردة مساء الخير زمين العزيزة أحمد سمير تحياتي ليك والضفق كريم كابتن أشرف ممضوح وكل مشاهدة قناة نالعرف كل مكان نادر الأهلي مرة أخرى لمنافسات المحلية ومبارات بلدية المحلة مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة للدولة المصر الممتاز يمكن الفريق أحمد استأنف تدريباته بالأمس بعد طبعا الحصول على راحة لمدة 24 ساعة عقب العودة من غانا ومواجهة ميدياما والفوز 1-0 الحمد لله رب العالمين كل فريق كان فيه تدريب قوي مبارح شارك فيه معظم اللاعبين بعض اللاعبين طبعا اللي شاركه أمام ميدياما بشكل أساسي يستكفو بس به بعض التدريبات الاستشفائية ولكن النهاردة على طول بقى التدريب الأساسي والأخير يمكن على طول كان فيه محاضرة فنية للجهاز الفني قبل التدريب ومن بعدها على طول نزل اللاعبين لأرض الملعب كان في البداية بعض التدريبات البدنية الخفيفة ومن بعدها على طول التدريبات بالقرى وحالة من دلوقتي معاك يعني فقرات التمرين بيتم إجراءها وهتختتها من شاء الله بتأسيما بعدها يختار طبعا مستر مرسل كولر قائمة من 22 لاعب للدخول في معسكر مغلق بحل الفندق القريبة من استداد القاهرة ملعب مباراة الغد بإذن الله لانستعدادا طبعا للمباراة اللي هتكون إن شاء الله فيه تمام السابعة مساء يمكن الجميع أحمد في حالة فنية وبدنية أكثر من رائعة كل اللاعبين زي ما أنا سامعك بتتكلم في المقدمة كل اللاعبين حرصين على حجز مكان أساسي فيه تشكيلة المباراة بإذن الله غدا يمكن طبعا بطمنك على المصابين يمكن طبعا الإصابات زي ما هي كابتن محمد الشنا والإصابة في الكتف ياسر إبراهيم اللي لسه تغادر وقت عمل أشاعة مبدئية وفيه أشاعة تانية أخرى هتبين مدى الإصابة بتاعته ومدة غيابه عن الفريق أليو ديانجي خلاص فيه المراحل الأخيرة من إنهاء الإجراءات للسفر بإذن الله لإجراء منظر على الرجبة لبيان الإصابة هو معالجتها بشكل فوري على طول ومن بعدها على طول الدخول فيه عمليات العلاج والاستشفاء خلد عفتاح يمكن بدأ خلاص الجاري حوالي الملعب والتدريبات الاستشفائية وكان طبعا بيقوم بتدريباته قبل بداية مران الفريق باستثناء كده يحمد عادي أطمنك على كل اللاعبين سواء اللاعبين المنضمين الجدد أو اللاعبين القدماء فيه النادي الأهلي موجودين كلهم في التدريبات بشكل أكثر من رائع أحمد نبيل كوكا بيشارك منذ أسبوع فيه التدريبات بشكل طبيعي جدا موجود في التدريب الرئيسي النهاردة كريم ندفت كمان موجود بالضرب بشكل طبيعي جدا ممكن شارك فيه التدريبات الاستشفائية مبارح ولكن بيشارك بشكل طبيعي جدا محمود عبد الملعب كهرباء محمود متولي كل اللاعبين موجودين حتى لعبين الجلد سواء محمود الزنفولي او عمر كمال عبد الواحد موجودين بيقدوا تمراتهم بشكل طبيعي جدا مع الفريق اختيار بقى القائمة اللي هت ان شاء الله تخش المعسكر المغرق اول 11 اللاعب اللي هبدأ المباراة طبعا ضحاق قصير لمستر مرسل كولر اتمنى بازن الله رب العالمين التوفيق اللي في اختياراته والتوفيق كمال للقائمة المختارة وال11 اللاعب اللي هبدأه ان شاء الله احمد في مشوار البطل للحفاظ على اللقب القائمة قائمة الاسلام المختارة لا الدابة هيتم على طول احمد بعد انتهاء الميران يمكن وانا معك دلوقتي حالا لسا الميران التمرات الكورة شغال الوقتي وهيبقى فيه كمان بعدها تأسيمة وبعدها ان شاء الله يمكن على ساعة كده زي ما بنتكلم تمانية ونص أو حاجة هيبدأ الفريق يتحرك على فندق الاقامة طبعا ب22 اللاعب اللي هختارهم مرسل كولر زي ما قلت لك اي 11 اللاعب اول 22 كمان لا يخشون المعسكر ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق وكونوا موفقين بكرة وان شاء الله تكون سلاس نقاط جدا زي ما قلنا عودة البطل للمنافسات المحلية والحفاظ على قبل العام التنى على التوالي بإذن الله رب عليك فرصة مهمة جدا نتمنى من الحقيقة من الجميع استغلالها قبل ما نروح للصعب بعد كده عودة مرة تانية صحيح للدوري والدوري ما هواش وحش نقوي جاي من كاس عالم جاي من كاس نغبة اخبار تمرينة النهاردة واعتقد انه يعني قايمة الاصابات يوم بعد يوم احسن الحمد لله نهاردة كوكا دخل متولي اعتقد هيكون لي دور مهم جدا الفترة اللي جاية خصوصا مع غياب ياسر خلد عبد الفتاح ورقة مهمة جدا في الفترة اللي جاية نتمنى له ان شاء الله سرعة اكتمال للبرنامج التأهيلي بما انه الحمد لله طب من عليه وانه شفى من الاصابة ابدأ معاك الاول بايه ابدأ معاك خلينا نبدأ بمطش بكرة كنت بقول في الاول انه مباراة صعبة رغم انه اجندة الاهل فيها مواجهة يانج افريكانس في شامبيونز ليج مواجهة الزمالك في نهائي كاسمصر لكن بشوف انه مطش بلدية صعبة لأسباب كتيرة جدا منها ما هو مرتبط بالدوافع والحلال معنوية جاي من بطولات كتير جدا ومستوى منافسة صعبة ترجع للدول اللي انت تقريبا نسيته مستوى فيه المنافسة صعبة جدا فبتحس انك بتلعب بقى ريحية كبيرة مفيش دوافع زي ما بتلعب في كاسعالم زي ما بتلعب في شامبيونز ليج نمرة اتنين وده يعني اعتقد كمان فكرة الداونجريد احساسك من انت دايما بتلعب في بطولات كبيرة مستوى المنافسة فيها احساسك بندية المنافس معك بيخليك تطلع افضل ما عندك لما تيكي تبص على جدول الدوري النهاردة تحس انه البطولة تكاد تكون منعدمة المنافسة طبعا بتتكلم يعني باحساس اللعبين يعني انت شايف ممكن اللعبين تفكر بالشكل ده بعد بطولات كبيرة ومنافسات كبيرة وبطولات يعني كبيرة عن بطولة الدوري او البطولات المحلية طبعا غيابت ثلاث شهور تقريبا عن بطولة الدوري يعني فترة طويلة جدا جدا وشايف صعوبتها اكتر في انك هتواجه فرق موقفها بان بتاعين اللي هيعاني بيعاني واللي بينفس بينافس يعني دي صعوبة كبيرة جدا لنادل اهلي خلي بالك لان فيه ناس معتقدة ان لما يبقى عندك تأجيلات كتير انت بتلعب بارتحية العكس تماما يعني انت بتواجه فرق لو بتواجهها في بداية الدوري هي لسه بتبتدي في المواضيع اسهل ومش مقلقة اسهل ومش مقلقة انما النهاردة فيه فرق يعني البلدية مثلا في الترتيب الاثناشر يعني تقريبا بيصارع على هبوط من لسه لدور الاول وبالتالي هي دي ظروف الصعبة اللي بواجهها النادل اهلي وحتى لو الفرقة المقدمة هيبقى سرعة النقطة يعني انت اي فريق بتقابله عنده غير انه عايز يكسب الاهلي طبيعي حتى لو ضمن ان هو هينزل من الدوري الممتاز او هينزل من الدوري العام يروح لدوري هيجي قدام الاهلي برضو ده بالاضافة طبعا للنقطة الاساسية اللي موجودة طول الوقت انه اي فريق بيواجه النادل اهلي بيكون عنده تحفز كبير جدا جدا امام النادل اهلي مصر الكلها بتشوف طبع مصر الكلها بتشوف ايه لعيب حاسس انه مصر الكلها بتشوفه طبيعي جدا يحط نفسه في الفاترينة ويقدم افضل معنا بيبزل اقصى مجهود عنده طبعا مباراة قوية خاصة بعد يعني الصعوبات الكبيرة اللي واجهناها في غانا امام مدياما من الصفر والزروف الصعبة في الاجواء سواء درجة الحرارة ورتوبة العالية او حتى ارضية الملعب ظروف صعبة واجواء صعبة افريقيا يعني النادل اهلي عتقدت تعود عليها ولكن بيتعدى او بيتخطى ده دايما بخبرات لعبية وخبرات لعب النادل اهلي اعتقد انها كانت تجربة صعبة جدا لكن الحمد لله يعني تخطناها الحمد لله بنتيجة ايجابية بشكل كبير جدا الحمد لله ارتحنا ووصلنا لدور المجموعات بداية العودة للدوري طبعا يعني بيكون فيها شوية نقلة نقلة كبيرة جدا واتمنى ان اللعبين يتخطوها واعتقد ان بقى عندنا خبرات كبيرة جدا جدا يا احمد في فريق نادي الاهلي يقدروا يتخطو ده يعني التجمعات اللي بتحصل والاجتماعات اللي بتحصل بين اللعبين في غرف الملابس او في غرف الفندق والاقامة بيكون بتكون لها دور كبير جدا في انك تقدر ترجع يعني على الاقل بستين سبعين في المائة طبعا نفكر فيها بمختلف الفرصة يعني هي واحد فرصة للجهاز اثنين فرصة للعبين فرصة للجهاز اما انه حاسس انه المطشط اللي جاية هيبقى فيها حمل كبير مجهود كبير رايح ليانج افريكنز فرقة محترمة جدا حتى لو هتلعبها في القاهرة وراها عطول رحلة صفر تاني للسعودية عشان تقابل الزمالك في فاينال كاس فتفكر فيها انها فرصة رايح فرصة اللعبة تاخد نفسها شوية والممكن اكون بفكر انها هتعمل عليهم في المطشين دول ياخدوا بريك الاسبوع ده ولا تقول انه لا دي فرصة ان انا حاول اجيب الفرقة اللي مستوىها تراجع من بعد كاس العالم بسبب التوقف فبالتالي الكيرف يمكن عالي شوية في مطش ميديامة عن مباراة شابابل الزادل فدي فرصة ان انا راهن على الاسكواد اللي انا هكمل بيه عشان احاول ارجع مستوى زي ما كان قبل فترة التوقف طبعا يعني بيكون فيه سينيورهات كتيرة جدا في دماغ مستل كورل او تفكيره لان انت محتاج تفكر بطريقة شوية انا هعمل ايه النهاردة انا عندي مباراة شوية بلدية المحلة محتاجها بشكل كبير جدا بلدية المحلة فريق رغم نتائجه سيئة لكن بيقدي بشكل وخسرا اخر مطش قدام سرابنك انا تفرجت على المباراة وعندهم دوافع كبيرة جدا وعندهم لعبين مميزين جدا وفيه صعوبة في اللقاءات دي زي ما قلتلك على الصراع على الهبوط او صراع على النقطة في جدول المسابقة وبالتالي يعني مباراة مش سهلة لكن انت بتفكر ازاي اعتقد ان سكواد النادي الاهلي مريح يعني بمعنى وخلي بالك ده الكلام ده موجود برضو من الموسم اللي فات لو فاكر احمد كان عندنا اصابات كتيرة جدا الموسم اللي فات وضغط امبارات كبير جدا لكن كنت انا وانت هنا مرتاحين شوية لانه تقارب المستوى بين البدائل وما بين اللاعبين الاساسيين ما كانش فيه فكرة انه بديل واساسي يعني اي حد بينزل النهار ده بيكون بنسبة 80-90% على الاقل في مستوى الراجل اللي بيلعب بشكل دائم وشكل اساسي وبالتالي انا اعتقد انه فكرة الروتيشن او العملية التبديل اللي بيحصل او التدوير اللي بيحصل من ميستر كولر في التشكيل اعتقد انها مش مقلقة لانه تقارب المستوى بشكل كبير جدا النهار ده لو حطيت لكن في بعض المراكز انت محتاج فيها تبديل يعني حاولت افكر فيها مركز مركز اعمدش بكرة ده تلعب شبير عشان يحافظ على الفورمال اللي هو وصل لها ولا تراح شبير وتجرب مثلا حمزة او زنفولي الاتنين دول عايزين يشاركوا برضو عشان لما تحتاجهم فاتمة الاوقات تلاقيهم تلعب عمر كمال اللي مش هيلعب في افريقيا بس في نفس الوقت ما ينفعش يقعد كتير على الدكة ولا تخلي محمد هاني عشان هاني يجيب هاني لقبل التوقف تلعب الشحاية ولا تدي ريدا سليم تنزل مودست ولا ترجع كهربا ولا تغمر بمسامة ابو علي فكل مركز من المركز ممكن يبقى انت لو عادت مع عشرة أهلوية كل عادت تشكيل مختلف تاني مختلف تماما عن التاني طبعا مليون في المية المركز الكتير اللي ممكن تغير فيها على قل ممكن تغير خمس او ست لعبين يعني انت بتكلم في خمس او ست لعبين اللي احنا تكلمنا عنهم دلوقتي وممكن كمان تضيف عليهم لو انت عايز افشا يدخل يعني اسماع كتيرة السولاة ونادفة مثلا اللعب والمباراة اللي فاتت ممكن اتنين مختلفين يلعب والمباراة اللي جاية فانت ممكن تغير 11 لعب موجودين اللعب بشكل أساسي في المباراة اللي فاتت انا مش قلقان من ده انا بس قلقان منه فكرة ان يبقى عندك تحضير دايما للمباراة اللي جاية ان يكون الكل جاهز انه لما تلعب النهاردة مباراة بلدية المحلة والحمد لله الاصابات قلت يعني زي ملنا محمد وفيه قال انه الاصابات كتيرة بشكل كبير جدا قلت وفيه مجموع جدا دخلت الاصابات يعني من اللي كانوا غيابات بسبب الاصابات متولي جاهز كوكا جاهز كوكا ريدا سليم الحمد لله كان دخل دخل كده كده خلاص يعني الحمد لله الندفة كمان الحمد لله موجود شارك النهاردة يعني الحمد لله يعني تقريبا فيه اصابتين او ثلاثة هم اللي بعيد شوية سواء ديانجا او الشناوي اعتقد ديانجا والشناوي بياسر دول يمكن ياسر بهم الاصابات الطويلة شوية خالد خالد دخل اعتقد خلاص لسه بس التدريبات الجامعية لكن يعني قريب يبقى موجود لانه خالد ممكن يكون ورعة دفعية مهم جدا طبعا الاسماء اللي موجودة يعني تطمن بشكل كبير يعني النهاردة لو حطيت عمر كمال مكان محمد هاني مش هتحس بفرق كبير خاصة في المباراة زي يعني مش تحس بفرق لان عمر كمال كمان عنده دواحي هجومية بشكل كبير فممكن يفيدك في مبارات بكرة او كهرباء في الخط الهجومي تمام يعني الناس عندها قبول بشكل كبير والاتنين تقراعك في وسام في الدقائق لخدم وسام اهم ما يميزه هو الضغط الهجومي الكبير يعني بيعمل لك ضغط على المنافس بشكل كبير صحيح مرح تلوش فرص كتير الفرصة حتى اللي جات له اعتقد انه يعني راح بيها على المرمى وسددها بشماله يعني بيتحرك واتكلمت لو ويتها في مميزاته انه بيقدر يختارق في العمق بشكل كبير عنده حركات كبيرة جدا مهمة جدا طبعا عنده سرعة جبيرة جدا طول وهيدرز كمان مميز جدا بشكل كبير يعني عندي أمل كبير جدا جدا في وسام ان شاء الله يتألق مع عبدالآه ويقدر ومن أهم مميزاته انه عنده رغبة عنده الرغبة وعنده القوة والطاقة انه يأجي هو خد بالك برضو بتفرق من اللعيب جاي بيكتشف الأهلي عن لعيب وهو جاي الأهلي عارف انه عارف حاله بخيمة طبعا طبعا ويعني حتى تصريحاته برضو يعني بتدل قد إيه على الكلام اللي بتقوله ده يعني انه أنا أتمنى انه أليق بالنادي الأهلي أو النادي الأهلي يعني هو حاسس انه بخيمة النادي الأهلي خطوات كبيرة جدا جدا بالضمام النادي الأهلي ان شاء الله يكون لي مستقبل كبير جدا مع النادي الأهلي أتمنى يعني فمش الآن بكرة من التشكيل أو مين هيلعب أو مين مش هيلعب لأني عندي من حاسس انه بعيد وماتش بلدية ممكن فرصة الكولر انه يرجعوا تاني يجيبوا تاني يعني بما انه نسبيا لما حطاها أقل شوية مع يانج أفريكان والزمالك من بعدها اوه احنا طلعين مستوى تدريجي بلدية ثم يانج أفريكان ثم الزمالك فاينال الكاس لا في أسماء كتير يعني في أسماء كتير في أسماء كتير يعني بيتكلم عن الحمد لله حسين شحاد دخل يعني كان كويس جدا الحمد لله المباراة اللي فاتت وساموا بعلي واحد من الأسماء اللي أتمنى ان شاء الله انه يشارك بشكل أساسي لأن محتاج تدينه في المباراة زي دي هتضغط فيها بشكل كبير وهتروح على المرمى بشكل كبير وانت يوم ما تضغط هتقعد مودست برك يعني يوم ما هتعمل ضغطه وهتلعب كروسات وهتهاجي مطاط في منطقة في صندوق المنافس يعني خد الفتر اللي فاتت الحمد لله مباراة ما كدتش مباراة صحيح صحيح كان محتاجة يعني طبعا كولر قدرة يعني طبعا شاب التفين أنا معرفش ما عنديش تقييم حقيقي للأسباب لاختيارات ما فيش حد ممكن يكون مدرك لأفضل تشكيل يبدأ بها غير مرس الكولر بس اللي كنا بنقوله في الحلقة بس خلينا متفقيني نوع الراجل كان عايز يدخل مودست بشكل كبير ويجهز ويرجع بشكل بدني وفني كبير وهو اللي عامل أسست بتعمدش مدينة صحيح لكن لسه منتظر منه كتير يعني لسه كتير جدا جدا منتظر من مودست لو إن شاء الله جهز فنيا وبدنيا وزهنيا لكن وسام أبو علي أتمنى أنه يشارك بشكل كبير لأن بدايته في مباراة زي دي ممكن إن شاء الله النادي الأهلي أو متوقع خلي بالك بباراة صعبة جدا مش حيز أستسهل المباراة أنا كنت متابع البلدية في أول الموسم يعني كانوا عاملين كمان هم خطفوا الأنظار محمد عبد الرعوف عمل شو كده في بداية الموسم بدأ بداية تقول إنه الفريق هم أوزد كمان كانوا طالعين بشكل كبير جدا يمكن تعصر شوية يمكن نتائج شوية ما ساعدتوش تعالى ركدة تجد الخبرات خلي بالك نشوف المميز الفريق بلدية المحلة والطريقة اللي ممكن يكون بيفكر يواجه بيها الأهلي بكرة طبعا هيكون فيه أعتقد أنها يعني طريقة متحفزة أكتر نبدأ بالهدفين حسام أشرف طبعا هو هدف بلدية المحلة وهدف الدوري وهدف الدوري واحد من هدفين الدوري برصيد 8 أهداف بعد إسلام مرزوق هدفين وعبده سمانة بهدفين يعني مصدر خطورة رئيس بتاعهم حسام أشرف مهاجم كويس مهاجم كويس سنو صغير فايتر بيتحرق كتير جدا جدا يعني مزعج من رؤوس الحربة المزعجين جدا جدا لا يخط دفع لأنه المهاجم لما يكون بتحرك لو فاكر وليد أزار وكان بيتحرك على كل كرة بعيدة قريبة سهلة صعبة ده مهاجم مقلق ومزعج شوية علشان كده يقاتل عليها وبيحرز أعتقد أن يلزم رقابة طريقة كابتناحل عبدالعوف يتميل أكتر للكرة اللي على الأرض يعني فكرة أنك أنت مفيش لعبة مفيش تشتيت أو مفيش تشتيت لعبة بيحضر من وراء قوي قوي يدخل حتى مسألة التحديد تعالوا نشوف كده على مستوى التمريرات ومين ممكن يكون العقل المفكر أو القلب النبط لفرقة بلدية المحلة دول الأكثر تمريراً أو الأكثر دقة فيه أكثر تمريراً على مستوى التسعين دي ده متوسط طبعاً بالنسبة للمطسط كلها يوسف حسن أربعين تمريرة أحمد رضا ستة وتلاتين وإسلام مرزوق واحد وتلاتين تمريرة دقيقة في خلال كل مباراة يوسف حسن من اللعبين المميزين جداً جداً في فريق بلدية المحلة وأعتقد أنه يعني من أفضل اللعبين في وسط الملعب اللي ظهروا بشكل كبير في الدول المصري في الفترات اللي فاتت وهو فعلاً العقل المدبر زي ما قلت يا أحمد مش بس عشان دقة التمرير لكن هو دوره كبير جداً جداً في بلدية المحلة في نقل الكرة والتحولات الهجومية اللي بتتم لبلدية المحلة في الناحية الهجومية طيب نروح لآخر نقطة هي الكرات الطولية اللي بيعتمدوا عليها واللي ممكن تبقى خيار مناسب جداً لمباراة بكرة بين نسبة مواجهة نادي الأهلي طبعاً عبدالرعوف مواجهة نادي الأهلي إنه اللعبة على التحولات السريعة اللعبة على الكرات الطولية اللي ممكن تستغلها في حالة الضغط العالي من نادي الأهلي إنك أنت تعمل خطورة أو تشكل خطورة على مربع نادي الأهلي يوسف نحن نكلم برضو على التمريرات دقة التمرير نكلم على دقة تمرير يوسف حسن هو صاحب أعلى معدل وأعتقد هو اللي بيعتمد عليه كابتان أحمد عبدالرعوف إنه يرمي الكرة في كل عملك هو العقل المدبر يعني هو اللي بيعمل التحولات الهجومية بشكل كبير جداً سواء من ناقل الهجمة من تحت أو حتى الكرات الطويلة من تحت الفوق وبعده أحمد رضا وبعده إسلام مرزو إسلام مرزو برضو حاضر في كله يعني يمكن ما يكونش الطب على مستوى الفعالية يغامر في ظل موقف المعقد قدام النادي الأهلي ولا التفكير التقليدي لا لا يعني أعتقد أنه حيبقى متواجد عادي بشكل طبيعي خلي بالك بتحب تظهر بشكل جيد أمام فريقك أو ناديك السابق وبالتالي تحب تبقى متواجد بشكل أو تظهر بشكل جيد طبعاً فأعتقد أنه حيبقى متواجد بشكل طبيعي آخر حاجة جاهزة معنا الفرص دي صناعة الفرص في كل متوسط صناعة الفرص في كل مباراة بالنسبة لبلدية المحل طبعاً إحنا بنتكلم على أنه الأكثر صناعة على مستوى فرق الدوري بيرامدس 28 فرصة في المباراة نتكلم على سيراميكا في المركز الثاني 26 فرصة في إجمال المباراة إجمال المباراة 28 فرصة بيرامدس في المركز الأول سيراميكا في المركز 26 بلدية المحل في المركز التاسع 17 فرصة. كم مباراة؟ 13 مباراة؟ 13. 12. 17 فرصة. 17 فرصة في 12 مباراة يعني بيقلق تقريبا واحد ونص فرصة في كل مباراة. يعني عدد قليل برضو من من الفرص وده يدل قد ايين هم مضغوطين يعني في رئيسة المحلة برضو رغم انه بيحاول بشكل كبير من بداية. مستغل فعالية لما قارن ده بعدد الاهداف. اه اه كنت لسه حوالي. اه يمكن ما بيقدروش اصناع فرص كتير. لكن انتجيتهم من استغلال الفرص دي او قضيتهم على استغلال الفرص دي عالية جدا تصل تقريبا ل 50 او 60 فرص. حاولك يعني تقريبا احرزوا يعني 13 او 14 هدف يعني. 70 في المية. اه يعني فعدد كبير جدا من الاهداف بالنسبة او لما تقسها بعدد الفرص اللي بيوصلوا بيها. وده يدل على مدى خطورة المهاجمين او حتى القادمين من الخلف في بلدية المحل. واعتقد ان في طريقة للي احمد عبد الرقوف انت بتكلم على يعني البلد اوب من تحت. لكن الكرات الطويلة من التحت العمق اعتقد انها بتمسل خطورة كبيرة جدا. وشفت اكتر مباراة ايدر حسام اشرف تحديدا. هما هو يعني تقريبا تقريبا برضو. انه يحرز منها فكرة التيكي تاكا اللي بتدي من من السيكس يارد عند الجول كيبر وبتلاقي جول كيبر بيلعب مع الاتنين قلبعي الدفاعين اللي قدامه. بيعملوا المسلس ده. بيجبر الفريق اللي قدامه انه يضغط بدري. اه فبقى فيه مساحات في يضغط بدري بيحاول هو يستغل المساحات اللي يسابوها ورا عشان يحاول. وعنده لعبة التي تقدر تنفس ده. يعني هو استقبل عدد كبير جدا من الاهداف صحيح وخسر مبارات كتيرة جدا. لكن احرز عدد اهداف كبير جدا ومميز جدا. اه انت بتكلم على الماتش اللي فات بس استقبل خمسة رغم انه سجل ثلاثة. لكن واضح كمان انه ما بيلعبش الدفاع للدفاع. يعني الدفاع ورغبة في انه يطلع بنتيجة. ده صحيح. ده صحيح. فكر فكر واعتقد نحمد دروف من المميزين يعني. حقيق. حقيق. طيب نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن اشرف منضوح في السادسة. قبل ما اتكلم في سيناريو المباراة اللي يخصينا وازاي بيفكر مارس الكولر ورأي اشرف التشكيل الامس اللي لمواجهة بلدات المحلة بكرة. خلينا نقف مع اخر احصائية. مهمة جاهزوها لنا الزملاء هي فكرة الكروت الحمراء. نادي بلدات المحلة اشرف من اكتر الاندية في الدولة حصولا على البطاقات الحمراء. متسويا اعتقد مع الجونة. يعني الجونة والبلدات في المركز الاول. اربع اربعة كرت احمر وراهم على طول سيراميكا. تلاتة كرت احمر. عرفش ده دليل على عمف عدم قلة خبرة. عدم سباتة الفعالي. طبعا لسه كنت بقولك حتى النتائج بتقول انه في خبرات قليل. يعني مفيش خبرات بشكل كبير. الحمس الزائد. مقلة الخبرة. الضغط الكبير جدا. نتيجة الهزائم الكتير. او التعدلات الكتير. بيدي لك في النهاية عصبية زي ايه ده. وبالتالي نتيجة تجدها الترد والهزائلات الكتير. طيب اتفقنا ان حسام اشرف واحد من هدفين الدوري. ان لم يكن الهدف اعتقد هو هدف الدوري. هو هدف الدوري. صحيح. يمكن واحد من ابرز اللعبين في فليه البلدية. لكن انا عايز تحط عينك على لعيبة كرة عندهم. حط عينك على يوسف حسن. على احمد رضا. على ماجد هاني. طبعا كان فيه فابيو حكيم. ده كان لعيب مميز جدا. بس في المركاتو الشتوي انتقل من البلدية السراميكا. هو لعب المباراة اللي فاتت. وصدهم يعني. وبالتالي كان من اللعبة كان من اللعبة المميزة يعني. واعتقد حييفر معهم شوية في مبارايات المتبقية من عمر الدوري. طيب من اللعبين مميزين الحقيقي. طيب من النهاردة الجمهور مستني الشكل والمستوى الاسماء اللي يظهر بها النادي الاهلي. من وجهة نظرك التشكيلة المسالية المطش البلدية بكرة. يعني شايف ان ممكن زنفولي او يعني مصطفى شبير الحقيقة. وانا اتكلمت معك قبل كده. وقلت لك قبل حتى يعني ازمة التعاقد مع حارس مرمى. قلت لك ان مصطفى شبيري لازم ياخد الفرصة. ولازم يكون. يا مصطفى شبيري عنده كاركتر شخصية مميزة جدا. جدا. وده من اكتر. يعني بتساعد بنسبة 70-80 في المية من اداء حارس المرمى. فيه كام لعيب زي قصد شبير شبيري ما كانش ممكن ياخد الفرصة ليولى اصابة الشناوي. فيه كام لعيب في الاهلي مستنين الفرصة. كتير جدا. كتير. كتير. يعني. مين نفسك انت ياخد فرصة. اه نفسي كريستو مثلا ياخد فرصة. كريستو. اه. كريستو من العميل المميزين جدا. الموهوبين. وبقالنا كتير بنتكلم انه. انا عايز اشوف كريستو. وكان قابله كندوسي لو فاكر. طبعا. اه. نفسي برضو ياخد فرصة. الحقيقة فيه فيه. فيه. كريم دي بيس ممكن. كريم دي بيس. اتمنى. اتمنى. لانه. انت محتاج ده. اه. اديه في مبارايات زي. زي مباراة. انت بتلعب بطولات كبيرة. ومتحتاج خبرات معينة. اه. في مبارايات كبيرة. زي. زي. الدوري. دوري ابطال افريقيا. اه. او بطولة. مباراة ببطولة. زي نهاية كاس مصر. انت محتاج مثلا. اكيد. المدير فني. يعني. انا عندي لعيبة. لو قلت لك. قايمة كولر النهاردة. حطت فيها. ليست كده. محتاج الاسماء دي. جهزها. اه. للي جاي. رايح. ادوار اقصائية في دوري ابطال. رايح. رايح. لنهاية كاس مصر. ومن بعده. ابدأ مشوار كاس جديد. رايح. لمنافسة في الدوري. فعايز اجهز. مثلا. مثلا. ريدا سليم. عايز اجهز. اكرم توفيق. عايز اجهز. عمر كمال. بما انه ملقبش مع الاهلي. وسامة ابو علي. وسامة ابو علي. كريستو. زي ما انت لسه بتقول. عايز اجهز. عبدالقادر. عايز اجهز. كريمي. دبيس. طبعا. هنها ادي اكتر من اسم او اسمين بالكتير قوي. اه. في كل مطش. على رغم من السكوات اللي انا قلت دلاتي. قد اسمها قلتها دي. تلعب. 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 تحطها كلها في مطش اساس. وهو ده اللي بقولك علي. تقارب المستوى للعبتنا. الحمد الله. يدي لك ارتياحية في اختيار اي مجموعة. لكن. اه. عمالة التدوير او عمالة الروتيشن اللي بنكلم عنها. اه. يعني. المجميع اللي بنكلم عنها. في اثناء المباراة. ازاي. يكون فيه تفاهم وانسجام. يعني. طبعا. طبعا. فكرة وجود بيرستاو مع كهرباء مع حسين الشاحات. خلاص. فيه فيه تفاهم فيه انسجام. عارفين بيعملوا ايه بشكل كبير. اه. فكرة انك تغير بقى السلاسي ده. هل هيكون فيه التفاهم والتناغم والانسجام ده. ولا مش هيجي لما يلعبوا مع بعض المرشات كتير. طيب. دي مش متاحة انك تغيرت ثلاثة مرة واحدة. طيب. خلينا نختم عشان وقتنا. تشكيل الممثل الامثل بالنسبة لك لما تشبه. يعني شايف الزنفولي ياخد. زنفولي. زنفولي. مصطفى الشبير الحمد لله تمام. يمين. يمين. عمر كمال عبو واحد. عبد المنعم. اعتقد. ربيعة بقى. ربيعة. متولي. ممكن بشكل. ممكن. يعني. ممكن. لو هو جاهز بنسبة مية في المية. خلي بالك الرجل. انا ليه بقول اسم طالما متواجد. لان الكولر ما بينزلش حد. او ما بيشركش حد. إلا ما يكون جاهز. جاهز بنسبة مية في المية. اتمنى كريمة دبيسي بقى متواجد. اه. في وسط الملعب. اترجع مروان. يعني مروان بشكل اساسي. معاها. اه. عمر السلاقي تمنى انه يستمر عشان يجهز بشكل كبير. اه. 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 امام ممكن ما يبقاش متواجد. متواجد افشة مسلا بشكل كبير. انت عايز تلعب بالنهاية الهجومية. اه. 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 ريدا سليم. وسامة ابو علي. اه. اتمنى كمان. يعني. ممكن حسيني شحاتي. اتمنى التوفيق لمطش بكرة. مطش يطمننا قبل لمطش مواجد يانج افريكا. زمان بعدها الزمالك فيه نهائي كاس مصر. اشرف نوارة الدنيا. شكرا جدا جدا. جدا. شكرا لكم. شكرا لكم على المتابعة. تحياتي لكم.